رسالة رفيعة المستوى تنقلها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى لبنان الرسمي خلال زيارتها الاثنين إلى بيروت حيث تصل إلى لبنان في الساعات المقبلة وعلى جدول أعمالها إجراء مشاورات متقدمة باتجاه تنفيذ القرار 17-01 ومنع الجبهة الجنوبية من التوسع باتجاه الداخل كما ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن كولونا خلال زيارتها تل أبيب دعت إلى خفض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان معبرة عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في قطاع غزة ومطالبة بهدنة جديدة فورية ومستدامة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس هي بدها تجي تقول أنه لازم ما يصير فيه انزلاق بالتصعيد وأنه ما لازم لبنان ينجر على الحرب فإذاً هي بدت ترجع تذكر أنه بإطار 1701 اللي هي فيه كل الأسرة الدولية موافقة على هالقرار أنه لازم يمكن تحسين تطبيقه قرار 1701 فبدا تشوف مع قائد القوات الدولية اللي رح تجتمع فيه ببيروت مش بالجنوب كيف ممكن أنه تحسين تطبيق 1701 من جهته رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية أن بإمكان فرنسا أداء دور هام لمنع اندلاع حرب في لبنان وأشارت كولونا خلال زيارتها قاعدة عسكرية قربة الأبيب إلى أن خطر التصعيد يبقى قائما وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد وأقول ذلك لإسرائيل أيضا قائلة هذه الدعوة إلى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع ريكاردو شدياء قناة الجدي